السلام عليكم مع اقترابنا من العودة إلى موعد المفاوضات النووية الاثنين القادم بدأت إسرائيل بطرق أوراقها ضد إيران شيئا فشيئا وبانزعاج كبير للغاية وهذا طبعا كله صار في هذه الجامعة وهي جامعة ريشمن اللي موجودة في تل أبيب جامعة معروفة في إسرائيل وحضرها وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس وهو الذي كشف عن مواقع تستخدمها إيران وتستخدم فيها الطائرات المسيرة بشكل خطير يهدد الملاحة الموجودة في الخليج العربي ومضيق هرمز وكذلك حتى على السواحل العمانية وحتى على السواحل اليمنية وإذا ما ردنا نلقي نظر على طبيعة المواقع التي عرضها في السكرين وفي الشاشة بهذا الشكل في ريشمن يونيفرسيتي سنلاحظ هذه المواقع اللي كشفها هي موقعين فقط موقع يقع شرق مضيق هرمز هذا هو مضيق هرمز الذي ترونه أمامكم هنا وهذا هو الموقع الأول اللي هو قاعدة تشابهار اللي موجودة طبعا في إيران وكذلك قاعدة أخرى هنا تقريبا في هذه النقطة اللي هي قاعدة قشم دعونا نذهب إلى قاعدة قشم ومن ثم نعود إلى قاعدة تشابهار هذه القاعدة اللي موجودة لإسمها قاعدة قشم التي نتحدث عنها الآن هي موجودة في جزيرة هذه كلها عبارة عن جزيرة اسمها جزيرة قشم والقاعدة موجودة في هذه النقطة تقريبا وهي تبعد عن مضيق هرمز عبارة عن خمسين كيلومتر هذه المسافة اللي دعونا نشوفها وطبعا هذه تعتبر على بوابة مضيق قرمز معناتها أي ناقلة أي سفينة تدخل هي في الوجه وفيها طائرات مسيرة سنرى من خلال التقرير الذي عرضه بني جانس بكل تأكيد وإذا ما يجينا حتى نشوف هذا الموقع فالموقع واضح أمامكم بهذه الصورة بطبيعة أن هناك فعلا مدرج بهذا الشكل مدرج بسيط لا تبدو هذه القاعدة قاعدة كبيرة ولكن واضحية على المياه مباشرة والآن دعونا نقترب بشكل أكبر حتى نلاحظ طبيعة هذه المباني وطبيعة ما هو موجود والملاحظات التي أخذت الملاحظات اللي أخذوها الإسرائيليين على هذا الأساس وعلى الطائرات المسيرة هم لاحظوها بأنها موجودة في هذه النقطة تقريبا في هذه النقطة تقريبا كذلك وعلى طول هذا المدرج دعونا ننظر إلى السلايد اللي عرضه بني جانس على هذا الأساس وحتى نشوف هذه الطائرات المسيرة التي تحدث عنها هذه هي البنايات التي تحدثنا عنها وهذه النقطة اللي هو أشرها بالسلايد باللون الأحمر وباللون الوردي باللون الأحمر يوضح بأن هناك سيارات وشاحنات هي التي تعتبر حاملة هنا الشاحنة بهذا الاتجاه تقريبا والطائرات تبدو بهذا الشكل طبعا بهذا الشكل المثلث على هذا الأساس بحسب الأقمار الصناعية اللي هي طبعا الإسرائيلية اللي يستخدموها وبالتالي هم يقولون بأن هذه الشاحنات هي تحمل الطائرات المسيرة والطائرات المسيرة من خلالها تنطلق وعينوا عدد من النقاط اللي هي موجودة بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه موزعة طبعا على هذه القاعدة على المياه وهي مستعدة لإطلاق هذه الطائرات وخلق الخطر أو ضرب أي طرف أو ناقلة معينة إذا كانت للولايات المتحدة الأمريكية أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى وطبعا هذه إذا ردنا نعرف طبيعة الطائرات المسيرة التي يتحدثون عنها التي تبدو بهذا الشكل وكأنها مثلث في مقدمته هي طبعا شاهد 191 الإيرانية وكذلك طائرة شاهد 181 الإيرانية الآن دعونا ننتقل إلى القاعدة الأخرى التي هي تقع شرق مضيق هرمز اللي كشفها وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بكل تأكيد هذه هي طبعا قاعدة شابهار اللي هي طبعا موجودة شرق مضيق هرمز والنقطة اللي هم ركزوا عليها تماما هي هنا بهذا الاتجاه يعني ليست بعيدة عن المدرج هناك هنقر هنا تتم فيه نشاطات الطائرات المسيرة دعونا نذهب إلى هذه الطائرات المسيرة أولا ودعونا نشوف هذا الهنقر بلقطة مقربة هذا هو الهنقر اللي تتصير بحركة الطائرات المسيرة بني جانس عرض هذا السلايد ووضح بأن هناك طائرة مسيرة أيضا بنفس الشكل اللي عرضنا في قاعدة قشم اللي هي لشاهد 191 أو شاهد 181 هي اثنين هي عدها نفس الشكل ولكن من خلال البحث في هذا البرنامج لاحظنا بأن هناك تحركات لطائرات مسيرة أكبر من الشاهد 181 أو حتى شاهد 191 إذا ما عدنا إلى شهر 6 2020 سنلاحظ بأن هناك طائرة مسيرة هنا كبيرة إيرانية تدخل إلى الهنقر بهذا الاتجاه هناك صورة أوضح لطبيعة هذه الطائرة ونوعية هذه الطائرة إذا ما عدنا إلى شهر 4 2020 هذا شهر 6 2020 دعونا نعود إلى شهر 4 2020 وسنلاحظ هذه الطائرة المسيرة الكبيرة شوف نسبيا كبيرة بالنسبة لشاهد 181 أو شاهد 191 ولديها أيضا مديات عالية للغاية سنتعرف عليها دعونا نقترب ونأخذ صورة مقربة لهذه الطائرة وبهذا الشكل طبعا ظهرت الطائرة بالرادارات طبعا وبالأقمار الصناعية وهذه الطائرة للما يعرف هي عبارة عن طائرة معروفة في إيران اللي هي شاهد 129 وهذه مداها يوصل إلى 1700 كيلومتر وتستطيع من الطيران بسرعة 150 كيلومتر في الساعة الواحدة وهي طائرة قاصفة كما هو واضح بالنسبة للقذائف اللي تتشيلها مؤثرة للغاية هذه الطائرة ولكن السؤال الأهم ليش الإسرائيليين يكشفون عن هذه المواقع ما الذي سيستفاد منه الإسرائيليون بيكشف عن مواقع تصير بها نشاطات للطائرات المسيرة اللي هي قضية معروفة بالنسبة للإيرانيين ومعروفة نشاطاتهم على هذا المستوى النقطة الأساسية هنا هي مرتبطة بهذه الناقلة اللي هي ناقلة مرسر ستريت الإسرائيلية التي ضربت بهذا الشكل بالطائرات المسيرة الإيرانية بطائرة مسيرة إيرانية واحدة ضربت وطبعا قتلوا ثلاثة من طاقم هذه الناقلة وهم اللي ديريدون يقولوا بأن هذه القاعدة اللي هي قاعدة تشاباهار دي وضحون بهذا الشكل وبشكل غير مباشر بأن الناقلة طبعا اللي انضربت الميرسر ستريد اللي تقريبا بهذه النقطة هي تبعد عن هذه القاعدة عبارة عن مسافة ما يقارب لأربعمية وسبعين كيلو متر فقط وهذه طبعا مقارنة بشاهد مية وتسعة وعشرين أو حتى الطائرات اللي اعرضناها مسافة بسيطة للغاية وممكن أن تستهدف بأي لحظة وبكل سهولة ومن دون أي مشاكل وبالتالي هذه المنطقة كلها معرضة للضربات والطائرات المسيرة في طبيعة هذا التوزع لهذه القاعد وكذلك قائد سلاح الجوء الإسرائيلي كان حاضرا في ريشمن يونيفرسيتي وكانت لديه أيضا تصريحات في هذا الأساس وقال نحن نقترح ونرى بأنه لازم يصير عندنا تحالف مع الإمارات وتحالف مع البحرين يقصد هنا بالتحالف أي خطة دفاعية من أجل مواجهة هذه القواعد والنشاطات للطائرات المسيرة من جميع الاتجاهات من أجل ضبطها والتقليل من حدة هذا الضغط الموجود وطبعا هذا ليس فقط بسبب أن الإسرائيلي طبعوا ويا الإماراتين أو حتى ويا البحرين لا أبدا بل أساسا كان لديهم عبارة عن مناورات عسكرية في البحر الأحمر مؤخرا وصدرت بها تصريحات كبيرة جدا في مواجهة إيران وبالتالي أيضا الإمارات والبحرين هم بالخطوط الأمامية في قضية مواجهة أي نشاطات إيرانية على هذا المستوى وبالتالي ممكن أن تكون مفيدة لهم ولكن الملاحظة وكأنه إسرائيل تأخذ مجالا غير المجال الأمريكي غير مجال إدارة بايدن يسوون تحالفات وكلام عن خطة دفاعية وغيرها من هذا الأمور هذا طبعا يوضح طبيعة انزعاج إسرائيلي واضح من واشنطن بطبيعة سياساتها حول القضية والملف الإيراني وهذا طبعا توضح وأصبح واضحا عملية الانزعاج الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أيضا في ريتشمان يونيفرسيتي شوفش قد قيادات موجودة من الإسرائيلي موجودة في ريتشمان يونيفرسيتي يوم أمس حول هذه القضية يعني باختصار اللي قال بنت احنا بالنسبة أن الاتفاقية النووية لسنا معنيين بها أبدا لأننا احنا أصلا مو من ضمن هذه الاتفاقية نهائيا إذا عادت أمريكا للاتفاقية النووية أو لم تعود للاتفاقية النووية فنحن نعتقد بأن إيران ستصل إلى القنبلة النووية خلال الخمسة سنوات القادمة ممكن خلال الأشهر القادمة ممكن خلال سنة ممكن خلال سنتين هذه هي التقديرات الإسرائيلية على هذا الأساس وقال إحنا رح نستخدم المزايا الخاصة في إسرائيل هنا يقصد طبعا مزايا إسرائيلية يقصد فيها الأمور التكنولوجية وقد توضح طبيعة الهجمات اللي دايخططون إليه أنها قد تكون سبرانية ضد إيران على مستوى عالي جدا وما أكثر الهجمات السبرانية في الفترة الأخيرة على طبعا الداخل الإيراني هناك أنباء عن هجوم سبراني اليوم أعلن عنه عن هجوم على سدود للمياه موجودة على الداخل الإيراني أنباء كثيرة على هذا الموضوع وبالتالي هذه تأتي طبعا بعد ما تحدث به نفتالي بنت يوم أمس والتصريحات التي جاءت من وزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك هناك أمر ذكر حول الولايات المتحدة الأمريكية وقال إحنا ممكن أن نختلف مع عز أصدقائنا ومع أفضل أصدقائنا في القضايا المتعلقة في الملف النووي في إشارة واضحة جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الانزعاج الإسرائيلي وسبب الانزعاج الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية هو يأتي بعد 72 ساعة من هذا التقرير الذي نشر من النيويورك تايمز التي وضحت بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين لا تستهدفوا المنشآت النووية الإيرانية الآن لأنها لن تنفعكم وستتقدم إيران قد تصل إلى القنبلة النووية وتخرب علينا قضية الاتفاقية النووية والمفاوضات النووية والمشكلة بالنسبة لإدارة بايدن هذا بالضبط وبالتأكيد هو يضع ضغطا هذه التحركات الإسرائيلية والكلام الذي صدر يوم أمس يضع ضغطا على إدارة بايدن والأوساط الأمريكية أيضا تضع ضغوط كبير جدا مثل النيويورك بوست وضع الضغطا كبيرا جدا على بايدن واعتبرت بأن العودة إلى المفاوضات النووية هي pointless بلا جدوى أن تعود الآن إيران تقدمت كثيرا إيران وصلت إلى مناطق متقدمة وأيضا ما زاد الضغط ليست فقط إسرائيل والأوساط الأمريكية وإنما ما زاد الضغط ما جرى هنا في سيارة رافيال جروسي مدير الوكالة الدولية لأطاقة ذرية إلى إيران على أساس أنه تكون هناك مناقشات ونقاشات معمقة مع الإيرانيين وأن يصلون إلى اتفاق ممكن أن يعتبر بانفراجة قبل الاثنين القادم اللي رح تبدي بيئة المفاوضات النووية في يوم 29 دعش 2021 ولكن المفاجأة كانت بأنه الإيرانيين فرضوا شرط عليك قال لولا تريد ترجع إلى هذا المصنع مصنع كرج اللي يستهدفوه الموساط في منتصف عام 2021 ضربوا هذه النقطة كانت هناك عبوة مزروعة في طرف في الطرف تقريبا بهذا الاتجاه من هذا المصنع اللي يصنعون به أجهزة الطرد المركزية المصنع الوحيد لأجهزة الطرد المركزية في إيران وانفجر بهذا الشكل طبعا اتدمرت بها الكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرافيل جروسي يريد رجع الكاميرات في هذا المصنع ولكن المفاجأة الإيرانيين وضعوا عليه شرط أجبر رافيل جروسي على رفض أي عملية اتفاق مع الإيرانيين وغادر إيران مباشرة وكشفت هذه التفاصيل اليوم الول ستريت جيرنل وشوف شنو اللي قالت من دبلوماسيين اثنين مطلعين على هذا الأمر إيران رفضت السماح للوكالة بالدخول إلى مصنع كرج ما لم يسقط أو يسقط جروسي أجزاء من تحقيق المستمر متعلق باكتشاف مواد نووية لم يكشف عنها في إيران خلال العامين الماضيين السيد جروسي رفض وغادر البلاد يريدون مفاوضات على قضية متعلقة بمواد نووية كشفت في فترة سابقة الإسرائيليين سربوها واشتكوا عنها والوكالة الدولية حققت واكتشفت بأنها حقيقية ما يريدون هذا الأمر يوصل إلى أي طريق وسيعيدون الكاميرات إلى مصنع كرج وبالتالي جروسي الآن في مشكلة حقيقية وصرح وقال لا نستطيع أن نضمن أي شيء من هذه المفاوضات ولا نستطيع أن نضمن بأن إيران لن تتقدم نوويا في هذا المجر اشتركوا في القناة